من عدن ينضم إلينا وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي أهلا ومرحبا بك معنا سيد أسامة وصف في الأنباء التي تناولناها أن ضربت ضربات الحوثي لهذه السفينة التي تحمل أو محملة بإمدادات غذائية لليمنيين بأنها عشوائية ما رأيك بذلك؟ هل هي فعلا عشوائية أم أنها جاءت لأسباب خاصة ربما يريدها الحوثي؟ أولا نمس عليك رشاو على سادة المشاهدين طبعا لا يوجد أي عمل عشوائي في أداء مليشيا الحوثي إطلاقا هي مليشيا إجرامية إرهابية تمارس القرصنة بوضوح في المياه الدولية وسواء كانت هذه الأعمال موجهة ضد السفن ترد إلى اليمن أو تذهب إلى أي منطقة في العالم فهي على قدم المساواة أمام القانون الدولي فهي ليست عشوائية المسألة التي تخصنا وتهمنا نحن في اليمن بأن قوت اليمنيين الآن أصبح هدفا لممارسات ولقرصنة مليشيا الحوثي نحن مقبلين على شهر رمضان بعد أقل من أسبوع عين من الآن أو أكثر يزيد شوائيا وبالتالي اليمن تعول مناطق سيطرة الجماعة الحوثية أو مناطق الحكومة الشرعية تعول على مخزون هذه السفينة من الحبوب تستهدفها مليشيا الحوثي ليش؟ ما المبرر الأخلاقي أو القانوني أو العسكري أو الاقتصادي الذي من خلاله قامت مليشيا الحوثي بهذه الخطوة؟ ما المعلومة التي وصلتهم لكي يقوموا بهذه الخطوة؟ السفينة ستفرق عشر ألف طن في عدن وستفرق مثلها ثلاث أضعاف في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ما الذي يدفع مليشيا الحوثي أن تقوم بمثل هذه الممارسات؟ إلا إن كانت أن هذه المليشيات عبارة عن قطاع إعلامي لمخططات إيرانية تنفذ بأيادي إيرانية بحتة تدار من خلال قرف عمليات المتواجدة في مناطق الحوثيين وحاليا في الحديدة ومن خلال سفينة التقسس الإيرانية بهشات المتواجدة حاليا في خليق عدن وبالتالي عندما نراغب الضربات الإرهابية الحوثية نراها تمضي خلف هذه السفينة حيثما ذهبت عندما كانت متواجدة في باب المندب ضرب الحوثيين في باب المندب والآن عندما انسحبت هذه السفينة إلى خليق عدن ذهبت الضربات إلى هناك النقطة الأخرى أن هناك حصار كبير ومرير تشنو أو تمارس المليشيا الحوثي على اليمنيين منعتنا من تصدير النفط واستقبال المشتقات النفطية خلال الثلاث الأعوام الماضية والآن تمارس هذا الدور أيضا في منع وصول الحبوب والمواد القذائية إلى اليمن لا يمكن أنا أو أي يمني أن يتفهم بأن هناك خطأ يحدث وهذه النقطة سيد أسامة أعتذر على المقاطعة عندما يقال بأنها عشوائية وأنها مجرد خطأ ربما يخفف من عبء لا إنسانية في هذه الضربة التي وجهت من قبل الحوثي على هذه الحمولة الغذائية الموجودة على متن السفينة للشعب اليمني وربما هناك من يقول بأنه عندما يقال بأنها ربما عشوائية هو نوع من التبرير في هذه الحالة كيف ترى ذلك لا يوجد عشوائية في أي عمل إجرامي رشا قانونيا لا يوجد أي عشوائية أنت قمت بالفعل وأردت النتيجة أي كانت هذه النتيجة أنت أردتها أو قبلت بنتائجها أنت قبلت بأن تضرب سفينة ربما ستذهب إلى مصر ربما ستذهب إلى أوروبا ربما ستذهب إلى أي مدنيين في أي مكان في العالم وعندما استهدفت السفينة التي ستأتي إلى اليمن لا يوجد عشوائية فيها لكنني أنا أقزم بأن مليشيا الحوثي أرادت أن تحاصر اليمن أرادت أن تحاصر اليمنين لأنها بهذا الشكل ربما ستحصل على إدانة تشبه تلك التي تحصل الآن في غزة غزة بعد عمليات 7 أكتوبر وردات العسكرية العنيفة من قبل إسرائيل أصبح الآن أبناء غزة يتمتعون بكثير من التأييد والدعم الدولي كما نسمع جميعا الآن تريد مليشيا الحوثي أن تحول اليمن إلى غزة جديدة ربما ولكن مليشيا الحوثي لا تقوم بأي شيء بريء على الإطلاق هذه الضربات التي استهدفت بشكل مباشر هذه السفينة ثم يأتي الاعتذار بأننا نحن تعرف يا رشا ما الذي يخيفنا نحن في اليمن نحن نخاف بأن تصبح اليمن بقعة سوداء في التجارة الدولية أن تصبح الموانئ اليمنية بقعة لا يمكن الوصول إليها من خلال السفن التجارية الدولية من خلال الخطوط الملاحية هذا يعني أن اليمنيين سيموتوا جوع والسنة تضر القوافل الإغاثية لتأتينا من دول الجوار للأسف مليشيا الحوثي ربما تريد هذا الوضع لأنها تستثمر في مثل هذه الظروف منذ عام 2014 وهي تستثمر في أزمة أهلنا في صنعاء وفي مناطق سيطرتها تستثمر بأن هناك أزمة إنسانية وبأن هناك قوع وبأن هناك فقر وهي المتسببة فيه والآن تريد أن تتسبب بكارثة أخرى لليمن أخشى ما أخشى هو أحذر الحوثيين إن بقي فيهم شيء من وازع وطني أو ضمير أخشى بأن تصبح الموانئ اليمنية مناطق غير آمنة لوصول الخطوط الملاحية إليها سيموت اليمنيين قوع ربما عبد الملك الحوثي سيأكل ربما مهدي المشاط سيأكل ومعهم ثلة معينة لكن باقي اليمنيين سيموتون سيموتون بكل ما للكلمة من معنى بعد أن قامت مليشيا الحوثي بتقريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مزارع قاتل تمويل حربها بالحرب الواسعة جدا هذه وكثير من المناطق في أكثر من المناطق الليمانية يعني زراعة للحبوب الآن أصبحت لا تزرع بسبب مليشيا الحوثي وبسبب أنها أصبحت مرمى للإيران هذه المليشيات بسبب الحصار الذي تمارسه علينا ولا نمتلك الآن ما يكفي من الدولارات لشراء ما نريد أن نشتريه من حبوب والآن تأتي هذه الضربات وقبل أيام يا رشاد ضربوا سفينة في مياهنا الأقليمية ضربوا سفينة محملة بن نفط وكادت أن تلوث المياه الأقليمية لليمن نعم وهذا مسار مختلف وسياق أيضا في شدة وغاية ليست عشوائية شكرا جزيلا لك من عدن وكيل وزارة الأعلام اليمنية أسامة الشرمي شكرا شكرا جزيلا لك